ماركة يمكن سردت الأندية الأسبانية لنادي الأهلي وجاهها ريال مادريد برشلونا وريال سويزداد وأسبانيول وأوساسونا وأتلتك مادريد طبعا أنا سعيد أن أتلتك مادريد نضم بحلقة فعاق بعقد الأندية الكبيرة اللي نادي الأهلي بالفعل نادي الأهلي يستحبكم أن يلعب مع نادي كبير الثالث أكبر الأندية في أسبانيا نادي في العاشرة الصين اللي فات دي كان قسم مشترك أعظم في البطلات في أسبانيا وكان قابقا وسينا وأدني نفوز بدورة بطال أوروبا مرتين وكسب شعبية غير عادية يعني ده النادي الوحيد اللي زاحم ريال مادريد وبرشلونا في الشعبية على مستوى العالم لأن إذا ما كانش هو بطل فهو بيحدد البطل يعني دايما أتلتك مادريد دايما الناس بتنظر إليه إن ده الحصان الجامح دايما القادر أنه هو القادر الفريق الوحيد اللي فيه في أوروبا القادر أنه يزيح العملاقين يعني صعب جدا أنك تتلاقي نادي في إنجلطرة أو ألمانيا أو فرنسا يدر يزيح القبار لكن في أسبانيا لا أسبانيا الناس كلها بتراهن دايما عادتكم مادريد من البداية فرص رهان لحد المخطة الأخيرة لكن نشوف مثلا في ألمانيا بتشوف أرميونغ دايما بيحتكر في فرنسا بنشوف باريس سنديرمان بيحتكر لكن في أسبانيا دايما قاتلتكم مادريد دايما بيقول لي كلمة وكلمته بيكون مسموعة لأنه إذا ما كانش هو البطل فهو بيحدد من البطل وشوفنا إن إزاي قدم نفسه للعالم فريق كبير جدا 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 في آخر البطلات شوفنا إنما خلت دورة الأسباني من أربع مواسم أو من موسمين أو صور من لقاءات الأهل المتعددة دي في ونبلي الأهل والأهل وبرشونه في ونبلي في أستاذ ونبلي في إنجلترا دي كانت مباراة في طار دورة ودية والنادي أهل الخسيرة بس النادي الأهل أقدم مباراة براجعة دي قوم والأهل تعادل ولا كانت 2-0 والأهل خلاص الفالق كانت 2-0 والأهل خلاص الفالق أنا أجيزة أنا أجيزة جمبون للأعالمية قبل المقص الصربعة واحد موجود دي فأنا بقول إن أنا يعني وكمان إن أنا سعيد أكتر إن هذا الأهل هو إن هو بيقود القوة النعمة مرة أخرى برضو بيركز إن القوة النعمة دي قوة النعمة بجد إنك تجيب قاتلتك مدريد ودي أول أول فريق عالمي ييجي مصر من 25 يناير 2011 أه جم قبل كده أتلتكو مدريد جيه قبل كده في مقوية نادي الزمالك وهاتلتكو مدريد جيه في مقوية نادي الاتحادina لكن ده أول فريق عالمي ييجي ومناسبة غير تقليدية مناسبة غير تقليدية خالص ومناسبة لها شعار سلام والمبادرة من نادي الل蔽 وده مهمة جدا وآتلتكو مدريد بكان وده مهم جدا يا wijب بكان النجوم وده حاجة مهمة جدا الناس نفسها بجد تشوف جريزماني اللي هو فتى فرنسا الأول اللي هو واحد من رشحينه ويكون واحد من نجوم كاس العالم في روسيا جدو مدافع أورجوي طبعا طورس طبعا العمل يعني خض العالم كله بالانتقال لأتلتك مدريد كانت فيه صورة في العالم وقتا ما كنشو مصدقين إن تورس ممكن يرعف في أتلتك مدريد لا فيه نجوم سيموني بالنسبة للمصريين مدرب محترم قوي يعني المصريين بينظروا لي دايما أنه مدرب كبير يعني سيموني ما بيش يعرف في الشرع المصري واحد من مدربين كبار يعني إذا كولوا بنقول مورينيو جوارديولا زيدان لا سيموني قدم نفسه أنه مدرب علامي بجد بيحظى بحترام الفرقة معروفة للشرع المصري كويس جدا جدا يعني كم كلام